أكد صاحب السمو الملكي الأمير سمان بن حمدان الخليفة وليلعاد نائب القادة الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أهمية تعزيز التنسيق الخليجي في مجال التخطيط العمراني وتطوير مخرجاته حسب المعايير العالمية لما لذلك من أهمية في تقوية أصوص التنمية الشاملة واستدامتها مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين حددت هدف الارتقاء بمستويات التخطيط العمراني بالاتساق مع رؤية البحرين الاقتصادية 20-30 مما يتجسد في المرسومين الذي أصدرهما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلد المفدة بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العمراني والتي يترأسها سموه واعتماد المخطط الهيكلي الاستراتيجي فالتنمية العمرانية والحضرية تعد من أبرز ملأمح البرامج الوطنية للتطوير والنماء والتي ترفد تقدم مختلف مسارات التنمية جاء ذلك لدى زيارة سموه حفظه الله ورعى مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني حيث اطلع سموه على البرامج والمشاريع التي ينفذها المجلس وأكد سموه التطلع إلى تعزيز قنوات التعاون مع المجلس بما يحقق مردودا إيجابيا ويشكل إضافة نوعية إلى بنية العلاقات الأخوية المتميزة مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ونوه سموه بالنموذج العمراني في الإمارات الشقيقة معتبرا أن نجاح الأشقاء في أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو نجاح لكافة الدول العضاء وهو مكسب يفتخر ويعتز به الجميع